الحج شعائر ومشاعر الحج شعائر ومشاعر برنامج يعنى بمناسك الحج وفضائله الحج شعائر ومشاعر مع الشيخ بالقاسم الجاسمي والدكتورة سمح بن فرح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم مستمعين الكرام نرحبوا بكم في حصة جديدة من برنامج الحج شعائر ومشاعر نرحبوا في بداية الحصة بالشيخ بالقاسم الجاسمي مرحبا بك شيخ نذكر سيد المستمعين أن الشيخ بالقاسم الجاسمي إمام خطيب بجامع الأحمد بالمرسى وباحث في العلوم الشرعية الشيخ في الحصة الفارطة تحدثنا على طواف الإفاظة السؤال يسأله الحاج يقول بعد ما كملتنا طواف الإفاظة وما زالت عندي أيام في مكة شنو نجم نعمل شنية الأعمال اللي نجم نقوم بيها نجم نعتمر وإلا ليه فماش أعمال مخصوصة هذا ربما السؤال اللي دور في أذهان بعض الحجاج إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا طيب بعد ما يكمل الحاج دوا في الإفاظة وبعد ما ينهي رمي الجمرات الثلاث نعم اللي هي في يوم الثالث من أيام التشريق اللي هو اليوم الرابع من أيام العيد هذا لمن تأخر أي لمن تأخر نعم أما من تعجل أي يومي نعم بالنسبة للمفرد يعمل عمره متعه لحجب الإفراد اللي يتخل بنية الإفراد اللي يتخل بنية الإفراد يعمل عمره متعه فالعمره تحل وقته بعد غروب شمس يوم الثالث من أيام التشريق ويستحب له في العمره أن يخرج إلى التنعيم ويسمى بمسجد عائشة وميبعد يسر على مكة تقريبا ثلاثة أميال أي ما يقارب خمسة كيلومتر وإن أحرم من مكة رمفيش حتى إشكال لكن على جهة الاستحباب يمشي إلى مسجد أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا يحرم الغادي بشي يرجع سواء كان مرأة ولا رجلة أنا نحكي أنا باللغة الذكورية إلا إذا كان ثم استثناءات نحاول نوضحوها إن شاء الله يمشي بعد ما يحرم يمشي إلى مكة بشي يعمل عمره نطيع أول ما يوصل إلى الكعبة بشي يطوف يعمل طواف العمره والطواف نفس الطواف اللي شفناه في الحج نفس طواف القدوم ونفس طواف الإفاضة سبع الأشوات المعروفة وبعد يصلي ركعتين ومبعد بشي يمشي يعمل السعي والسعي كما تحدثنا عليه كذلك نفس الشروط لازمها تتوفر والواجبات والسنني لغيره بعد ما يكمل سبع أشوات يبدأ الشوت من الصفاء وينتهي عند المروة بشي يلخ أروح وقف على الصفاء أربع مرات وعلى المروة أربع مرات بعد يحلق بعد ما يحلق تحلل وكمل العمره نطيع يعني العمره ما تدومش ساعتين من زمان سبع أشوات طواف وسعي بين الصفاء والمروة أي الإحراء مقبلها يحرم سبع أشوات طواف طواف يصلي لغاتي وسبع أشوات في السعي بعد يحلق ويتحلل من العمره بعد ما يتحلل من العمره يكملها بشي يمشي إلى المدينة نعم وقبل ما يمشي إلى المدينة يستحب في مذهبنا على جهة الاستحباب أن يكون آخر عهده بمكة هو الكعبة يتوف به أول عهده عند قدوم الكعبة هو الطواف وآخر عهده هو الطواف طواف نحن حد كتحدثنا على طواف القدوم راك نقص طواف القدوم أول شيء يعمل يمشي يعمل طواف القدوم إلا قالوا استثناء البسيته ومشي يحط دبشه في الوتيل ويرجع بشي يعمل دورة لا يرجع بشي يعمل طواف القدوم يعني أول عهده هو الكعبة وآخر عهده هو الكعبة فطواف الوداع على مذهبنا هو على جهة الاستحباب وكذلك شروطه هو نفس شروط صواف المعروفة بيقبل أن تقدمه مع طواف الوداع قلنا هذا بالنسبة للمفرد يحب يعمل عمرة يعمل على روحه وبعد كما قلنا غروب شمس الثالث من أيام التشريق المتمتع يعتمر أو لا؟ بالنسبة للمتمتع هو عمل عمرة في البداية لأنه إحرامه إحرام بعمرة ثم كما تحدثنا سابقا وأنه بعد من يكمل العمرة يتحلل حتى يوم الثامن من ذي الحجة اللي هو يسمى يوم الطروية يحرم من المكة بنية الحج معنية عمل عمرته ولكن يمكن السؤال هل يجوز تكرار أو تكرير العمرة أكثر من مرة؟ هذا يجوز عند الجمهور يعني بعد ما كمل بالنسبة للمتمتع بعد أيام التشريق كان حبي يعمل عمرة أخرى ينجم يعمل عمرة أخرى يعني على مذهبنا فيه كرة أن تتكرر العمرة في السنة أكثر من مرة على مذهبنا فقط على المذهب المالكي عند المذاهب الأخرى يجوز وإحنا نمشي ديما من باب التوسع للناس فمن أراد أن يعتمر فله أن يعتمر حتى وإن كرر العمرة أكثر من مرة تواف الوداع أو أنه آخر عهده بالكعبة هو يعمل طواف الوداع نعم بعد طواف الوداع بعد طواف الوداع هو بشيخرج إلى المدينة نعم وإذا كان مازال مخرج إلى مدينة لماذا يبقى يوم أو يومين خلنا ماذا به يكثر من طواف التطوع نعم هو مازال في مكة فمشكل مازال عدو أيامات في مكة ينجم يعمل طواف التطوع طواف التطوع ده يعمل هو بلبس لحرم بحرم 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 لأنه نحن ما كتعرف من السنة إن دخلنا إلى المسجد نسلي ركعتين تحية المسجد فبالنسبة للكعبة تحية وهي الطواف يدخل يطوف وورد في حديث وأنه 120 رحمة تتنزل على البيت 60 على الطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين حتى ألم طافش يكفي وأنه ينظر إلى البيت فالنظر إلى البيت عبادة ما لعنده الأعمال متنوعة إما أن يطوف أو أن يصلي أو أن ينظر إلى الكعبة وأفضل الأعمال أن يطوف إذا كانت عنده القدرة إذا كان ما عندهش القدرة يصلي إذا كان ما ينجمش يصلي يوقد يتفرش في البيت نعم ومثاب بإذن الله السلام عليهم وتتنزلوا علي الرحمات استغل وجوده في ذلك الفضاء والمكان المقدس أنه كما ورد في الأحاديث وأن الصلاة في المسجد الحرامي تعادل 100 ألف صلاة فليكثر من الصلاة يعني كيصلي صلاة وكأنه صلى 100 ألف صلاة في مكان آخر لكن المرد الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا سيناك قال مسجد هذا يقصد المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ففي المسجد الحرام الصلاة وعادل 100 ألف صلاة يكثر من الصلاة وإن وجد دروس علم يستغل كذلك وجوده في دروس العلم لأن الأجر يتضاعف بالمكان والزمان يتضاعف فليس الأجر في مك كما الأجر في مكان آخر يتضاعف وليس الأجر في أشهر الحج كما الأجر في بقية الشهور الأخرى كما يضاعف في رمضان يتضاعف كذلك في الأشهر الحرم فإنسان يستغل الأشياء هذه ويحاول الحاج أثناء الحج متاعه أنه يستفاد من وقته وماذا يعش وقته في الأسواق بدرجة كبيرة وإن قلنا وأن نراه الاستفادة من الحج رهي جائزة شرعا ليشهدوا منافع لهم المنافع لها كلمة عامة تدل على كل ما يعود وعلى الحاج بالنفع سواء كان نفع مادي أو كان نفع معرفي من حيث التعارف مع الناس الأخرى ينجم يمشي مثلا الغرف أخرى فيها ولا ينتهي لآخر فيها جنسيات أخرى يتعرف عليهم ومن خلال التعرف على الجنسيات الأخرى هو تعرف على شأن المسلمين في العالم مشاغل المسلمين لأن سيدنا قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم أنه مش معقول تونسي ما يعرفش على المسلمين يعيشوا في ماليزيا كيفاش ولا في أندونيسيا وما هي ظروفهم المعيشية ما هو الإسلام وحركة الإسلام في ذلك المكان وغيره أراه الحج برلمان عالمي تحسد عليه كل الديانات ما هوش موجود كما موجود عندنا فالديانة الإسلامية السمحة والرائعة هذه اللي قدرت على أن تجمع شتات المسلمين في فضاء واحد فضاء زماني وفضاء مكاني واحد لما قدرتش عليه أي ديانات أخرى أكبر برلمان عالمي وهذا يندل فإنما يدل على أن الإسلام ما هو دين كوني عالمي جمع كل الجنسيات في فضاء واحد فيستغل إذن الوجود من حيث هذا التعارف ويستغل الوجود وكذلك من حيث البحث على المعلومة الشرعية ربما يلقى علماء موجودين غادي يلقى ناس أفاضل فيحاول قدر الإمكان أنه ماذا يعيش وقته في الحكاية الفارغة نحن كنحكي بالأشياء هذه مش معنا الحافظ هذا ما يروحش على نفسه لا ينجم يروح على نفسه ولكن يبعد على الجدال وعلى الرفث كما يقال يعني هو فحش القول وعلى الفسوق ويمكن أن يتنعم بما هو موجود غاديك من فضاءات الأسواق وغير له ذلك ما غير ما يرهق نفسه حتى لنواة اللي يتعثر عليه ربما أداء صلوات في أوقاتها وربما ينجم حتى يأثر عليه وهذا موجود هذا موجود يجيب تعبين وربما يضيع حتى وقت الصبح ووقت هذا من كثرة الإرهاق في الأسواق ما لا يجتنب قلنا الجدال يجتنب كل ما هو ذميم وفحش من الأقوال هذا بالنسبة للأداب اللي لابد أن يلتزم بها الحاش المدينة المناورة وما أدرك من المدينة العلماء تسائلوا على أفضل مكان على الأرض هناك ما قال هو الكعبة أفضل مكان على الأرض وسبحان الله أن الكعبة من ناحية علمية هي جات كما يقال في سرات الأرض في مركز الأرض موجودة يعني كل الناس تطوف اختيارا أو اضطرارا بالكعبة من حيث يشعرون ولا يشعرون هذه من إعجاز من ضمن الإعجازات لذلك معناها تسير إليها القلوب معناها تحن تحن تتشوق كما يقول في الفلسفة الإغريقية قديما وأن كل شيء يحن إلى موطينه الأصلي فالقلوب سبحان الله تتشوق إلى الموطن لهو المركز متاع الأرض ونحن منجذبون إلى الأرض ولذلك ينجذب إلى المركز عادة ولذلك القلوب كلها تتشوق وتهفو إلى الكعبة وكل الناس تطوفوا بالكعبة كما قلت اختيارا سيختار بشمشي وطوف أو اضطرارا وهو يطوف بالكعبة ثم حاجة أخرى وذي لحظتها الناس من ضمن الإعجاز وأن الطيور ما تتعدىش فوق الكعبة تدور بها ولكن ما تتعدىش فوقها لأن الكعبة الموجودة في الأرض مرتبطة بالكعبة البيت المعمور الموجود في السماء ثم عالم بريطاني سابقا أخذائي وقال معنا شوية مك الحجر الأسود وعملوا علىها تحليل وجدوا أن الحجر الأسود ما فيش خاصيات الحجر الموجود على الأرض يؤكد الحمد لله كونه من الجنة وأنه ليس من الأرض وثم ناس قالوا أفضل مكان موجود على الأرض لا أنا لا أحكي عن الأفضلية لا مش المدينة بالذات وإنما المكان الذي أضم أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذلك أفضل مكان ورب سبحانه أقسم بمكة ليوجود رسول الله فيه لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد فبش يمشي إلى المدينة وكيمشي إلى المدينة يحاول أنه يستشعر مهابة المدينة وقداسة المدينة ويستشعر وأن المدينة فيها أعظم مخلوق عرفته البشرية في هذا الوجود كي يقول هذا الوجود بعالميه الشهادة والغيب لأن كما قال علماؤنا وهذا ثابت من أحاديث رسول الله وأنه أفضل بخلوق هو رسول الله أفضل من الإنس والجن والملائكة قال وأن رسول الله أفضل من رؤساء الملائكة من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت بل أن ربي لما قال في سيدنا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وربي قال في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فكل ما خلقه الله هو عالم من العوالم فرسول الله لها رحمة أي عالم إلا ورسول الله له رحمة يعني رحمته عمت كل ما خلقه الله رحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى سئل جبريل هل نلتمن رحمة رسول الله شيء؟ قال نعم لما أنزل عليه قوله تعالى يعني أنزل الله على رسوله قوله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين قال الآن أمنت غضب ربي جبريل قال أمنت غضب ربي بإنزال الله على رسوله هذه الآية يعني برحمة رسول الله التي نالت جبريل جعلت منه يأمن غضب الله إذن فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق على إطلاق ونحب نبين بعض الأشياء في شخصه صلى الله عليه وسلم لأنه تم بعض المفاهيم الآن حقيقة ونكنت نحب نعرج على واقع معرفة بداي سود في عقوننا الآن أنه جرده هل وجود من بركة ربي سبحانه وتعالى ومن الأسرار المتنزلة على هذا الوجود من الله وكأننا نحن نتحكم في سر ربي في الخلق وربي يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم فرحمة ربي سبحانه وتعالى ربي قسمها وينزلها على من يشاء من عباده وأكبر الرحمات التي تنزلت تنزلت هي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولذلك فرسول الله حي في قبره وميت بنص الآية ولكن كنجمع الآيات لنقول إذا أثبت الله سبحانه وتعالى الحياة للشهيد ونحن نعلم وأن مقام النبوة أعلى من مقام الشهيد فالنبي حي وسيدنا قال مررت فما بالك برسول الله وسيدنا قال مررت على قبر موسى فإذا به يصلي في قبره وسيدنا صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء في المسجد الأقصى وصل بهم وخابلهم عند العروج إلى السماوات العلاء هذا إن كان يدل فإنما يدل على حياة الأنبياء في عالمه بل أن السيدنا صلى الله عليه وسلم الخاصية أعطها لرب وأنه مطلع على أعمالنا قال تعرضوا علي أعمالكم إن وجدت فيها خيرا استبشرت وإن وجدت فيها غير ذلك استغفرت لكم لأن ربي قال فيه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول أخي الرسول استغفر كان للصحابة والنص يفهم بعمومه لا بخصوصه فالرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين ما يعني أنا سيدنا صلى الله عليه وسلم توقعت استغفر لها الأمة هذه اللي بعدت على منهج متاعه ومع ذلك هو يستغفر لها فرسول الله عليه الصلاة والسلام من جردوشوا من هذه البركة التي حلت فيه من الله سبحانه وتعالى فنحن نريد أن نقول للناس رك ماشي إلى سيد النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تستشعر وكأنك بين يدي رسول الله حي إذن نقوله تستشعر لاستشعر باش بالقلب تحسها المهابة متاع سيدنا صلى الله عليه وسلم وكي تمشي إلى مدينة أول شيء تعمل تمشي تدخل الروضة الشريفة لتصلي ركعتين ثم تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمشي وإنسان في طريقه ماذا به يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله يكثر من الصلاة والسلام هذه يمكن بعض الأداب سينقش قال في زيارته قال من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي سبحان الله ما اكثرش ما اكثرش من الدليل هذا وقال كذلك ومن وجد ساعة ولم يفد إلي فقد جفاني اللي يلقى الوقت وما زارنيش أراه جفاني وشكون منا قادر على أنه جفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم من جاءني زائرا لا يهمه إلا زيارتي كان حقا على الله سبحانه أن أكون له شفيعا يعني أوجب الله على نفسه أن يكون شفيعا لمن زار قبر رسول الله وربي أوجب على نفسه علاش؟ لأنه هذه ما نعرف بها مكانة سيد النبي صلى الله عليه وسلم ومقام سيد النبي أحنا من نسعى وبش الرضيه ربي ربي سبحانه وتعالى قبل شروط رسول الله لي أرضيه شروط كلها راني قبلتها من أجل أن أرضيك يا محمد سيدنا كقراء مرة في آية اقراء على لسان سيدنا إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم هذا منهج النبوة ومنهج المغفرة ومنهج الرحمة كقراء على لسان سيدنا عيسى في قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لكن رحمة رسول الله بهلعبات أكثر من رحمة إبراهيم وعيسى ففاضت الرحمة على قلب رسول الله فلم يجد لفظا يعبره به عن مكنونات النفس وهواجسها وعلى الرحمة الموجودة فاكتفى برفع عينيه إلى السماء ودمعت عينه وقال اللهم أمتي اللهم أمتي فأوحى الله إلى جبريل أن قل لمحمد ما يبكيك فقال اللهم أمتي أمتي فقال الله لجبريل أن قل لي محمد إن الله لا يسوءك في أمتك أبدا ولا يخزيك قال إذن لا أرض وواحد المؤمنة في النار فأنزل الله ولا سوف يعطيك ربك فطرطا نعم إذن بعد حديثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله وبركاته ذكرنا ناخذ بصورة بجهزة نذكره سيد المستمعين وحجاجنا الكرام بالزيارة بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا من قصد زيارة المدينة يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله ويلهي نفسه ويشغل نفسه بالشيء هذا أول شيء قلنا يقصد المسجد ويصلي في الروضة الشريفة وماذا به يكون بجنب المنبر اللي كان يخطب عليه السيدين والسلام وطوء موجود العلامة على منبر يا رسول الله لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة وبيت وسيدنا هي القبر الموجود فيه الآن هذه كان روضة من رياض الجنة هذا التدخل اللي أشرت ليه بين عالم الغيب وعالم الشهد فيصلي ركعتين وكما قلنا ماذا به يكون بجنب المنبر ثم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقف عند وجهه وأنا موجود الشباك اللي يدلل على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقبل جدار البيت أي يستقبل قبر رسول الله لا يستدبر قبر رسول الله كما يروج الآن ما تعتيش بظهرك وتستقبل القبلة بل استقبل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام عليه وللدعاء احنا حتى في حياتنا العادية تجيب تحكي مع واحد تعطيشه بظهر كنت تحكي يا ربي قال ويلو لكل همزة اللومزة الذي يلمز الناس بجنبي العين فمن بالك برسول الله عليه الصلاة والسلام ان تستقبل القبر مستدبرا القبلة ونأكدوا عليها لان وغاديك في السعودية فشي قولك لا تلفت القبلة ذكروا بالآية ولو انهم الظلموا انفسهم جاؤوك انا جاي السيد النبي صلى الله عليه وسلم فعلي ان استقبل قبره الشريف وليس من السنة ان يمس الشباك وليقبله ذاك ليس من السنة وانما استقبال القبر الشريف فيقف ويسلم على رسول الله والسلام موجود في الكتب وينجم واحد يأخذ كتاب وينجم واحد كذلك يسلم على رسول الله بما تجيش به الخواطر وتتحرك به السواكن يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحاول ان يظهر السكينة والوقار ويحاول ان يتذكر قوله تعالى يا ايه الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول لك جهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون راه من محبطات الاعمال يحطاط الحاج راه يحبط الحج متاعه اعماله لكلها يحطاط من رفع الصوت لان رفع الصوت على رسول الله كما في حياته كما بعد موته صلى الله عليه وسلم يحطاط من رفع الصوت ويتكلم بصوت فيه منخفذ وصوت فيه نوع من الخشوع والمهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يبلغ الإسلام لمن أوصى لأن الرسول السلام يسمع سلامنا وصلاتنا يقوله راه فلان بن فلان راه يسلم عليك يوصل الإسلام لأنه إسلام أمانة ثم يتأخر قدر ذراع قدر ذراع وذراع معروف معناها تقريب مصف متر يسلم على سيدنا أبي بكر لأن سيدنا أبي بكر مدفون عند الكتف متاع سيدنا صلى الله عليه وسلم إذن يتأخر قدر ذراع ليسلم على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم يتأخر قدر ذراع ليسلم على سيدنا عمر بن الخطابي رضي الله عنه ويكثر من الدعاء في الروضة الشريفة ويذكر قوله صلى الله عليه وسلم بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة بعد ما يكمل هذه الزيارة يستحب له على جهة الاستحباب أن يزور المزارات الموجودة في المدينة اللي هي تذكر كالتاريخ من أجل أن يجدد التاريخ في حياتنا اليوم لأننا التاريخ متعنا راهو التاريخ ما هو شثابت وما هو تاريخ متحرك كيف نفعل سيرة النبي الكريم في حياتنا اليوم خطر ثمة لشكون يحب يجعل من السيرة صورة صورة ثابتة لا تتحرك نحن كيف نجعل من السيرة سيرورة بما متواصلة ما هيش صورة ثابتة وانتهت في حياتي رسول الله عليه الصلاة والسلام يستحب له أن يأتي مقبرة أحد اللي وقعت فيها المعركة الشهيرة واللي مدفون فيها سبعين من الصحابة بما فيهم سيدنا حمزة ومصحب ابن عمير أحياء يمشي لك المكان هذاك ويسلم عليهم وكذلك يخرج إلى البقيع لأنه مدفون ما يقرب عشر ألف صحابي في مقبرة البقيع بخلاف التابعين وتابع التابعين والعلماء المعروفين كالإمام مالك رحمه الله فمدفونين في تلك البقاع المقدسة والمشرفة وكذلك يأتي إلى مسجد قباء أو قباء قباء أو مسجد قباء ويصلي فيه لقوله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيتي حتى يأتي مسجد قباء ويصلي فيه كان له عدل عمره يعني أجر عمره بشي صلي فيه هذا حديث رواه النسائي وابن ماجة كذلك يزور مسجد القبلتين وينت حولت القبلة من المدينة إلى الكعبة المشرفة نعم يزوره هذه الأماكن المقدسة والمشرفة اللي ذكرنا بتاريخنا النير والمستنير وجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وحركة سيدنينية ونشر الدعوة يستحب له أن يزورها وإذا عزم على الخروج من المدينة بعد ما عد المدة الله أعلم تقريبا عديه 8 نيام بعد ما عد المدة اللي يربي قدرها له في المدينة المستحب له قبل خروجه من المدينة أن يأتي القبر الشريف ويعاود دعاء زيارة كما سبق من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على صاحبيه ويودع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل الله سبحانه أن يرزقه العودة إليه هذه المسائل المتعلقة بزيارتي إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرزقنا عودة إلى زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم ويرزقنا حج مبرور وذنب مغفور هكذا نكون شيخ وصلنا إلى نهاية حصتنا اليوم إن شاء الله نعد السيد المستمعين أن نواصل الحديث عن شعائر الحج ومشاعره في حصة مقبلة بإذن الله السلام عليهم نشكر السادة المستمعين على حسن المتابعة والاهتمام ونستودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحج شعائر ومشاعر الحج شعائر ومشاعر برنامج يعنى بمناسك الحج وفضائله الحج شعائر ومشاعر مع الشيخ بالجسم الجسمي والدكتورة سمح بن فرح الحمد لله كثيرا وسبحان الله رضا واصيلا لا إله إلا الله شكرا